اشتركوا في القناة قد سمع وربما رأى بئرا شهيرة عرفت باسم بابا قرقر هذا الاسم الذي اطلق على بئرا شهيرة بانتاج النفط في العراق اصبح من الشهرة بمكان واصبح احد معالم العراق ورمزا من رموز ثروته النفطية في العصر الحديث ولكن مع ذلك لا يعرف احد من هو بابا قرقر هذا قال كل يعرفون البئر ولكن لا يعرفون صاحب هذا الاسم الغريب بابا قرقر ونحاول هنا في هذه الحلقة من احاديتنا عن اعلام العراق ان نلقي بعض الضوء على سيرة هذا الرجل الغامض الذي عاش ومات ولم يعرفه احد مع ان اسمه اطلق على اشهر بئر نفطية في بلاده من هو بابا قرقر هذا وماذا يعني اسمه اما اسمه فيعني الاب النوراني الاب النوراني ربما كانت ثمت علاقة بين تسميته او تلقيبه نوراني وبين ذلك الضوء الذي ينطلق من البئر حينما اشتعلت النار فيها ربما كان هذا السبب على اي حال الراجح انه كانت له كرامات وعدت من هذه الكرامات انطلاق هذا البئر وربط الناس بين البئر وما توهج من لهيب عند انطلاقها وبين هذه الكرامات فسمي بالاب النوراني على هذا الاساس هذا امر راجح لاننا لا نملك معلومات مؤكدة عن العلاقة بينه وبين البئر لكنها عدت من كراماته في اغلب الاحوال من المؤسف ان المؤرخين لا يترجمون دائما للاشخاص الذين يعني يعرفهم المجتمع او تشتهر سيرهم فيما بعد في بدء حياتهم لا يلتفت احد الى هؤلاء وان كانوا سينالون من الشهرة فيما بعد هذا الرجل عاش في بغداد من المؤكد لان له قبر في بغداد وهذا ايضا لا يعرفه كثيرون بابا قرقر هذا له قبر في منطقة الميدان في سوق الهرج وقبره هذا يقع في مبنى صغير ظل يعني كان تكية ثم مدرسة الى غير ذلك ويقع خلف مبنى الخزينة المركزية قبل هذا كان مبنى المصرف العقاري في شارع حسان بن ثابت القريب من الصراي القريب من يعني من الميدان أو يعد هذا الفرع الذي يقع عليه القبر فرعا من سوق الهرج في بغداد وكان هذا الفرع أو هذا الزقاق في العصر العباسي يعرف بدرب العميد وكانت تمت مؤسسات نعرفها في هذا الدرب ولكننا لا ندري هل ورث هذا المكان الذي دفن فيه بابا قرقر إحدى تلك المؤسسات يعني كان هناك مدارس مدرسة نعرف خبرها وبعض المنشآت الأخرى من الراجح أن يكون هذا المكان قد ورث إحدى تلك المؤسسات والغالب أن العلماء كانوا يدفنون في مدارسهم أو في ربطهم والرباط هو المعتكف الذي يعتكف فيه العلماء وأهل الخير يعني لأغراض العبادة والعلم فمن الممكن جدا أن يكون بابا قرقر هذا يعني دفن في إحدى تلك المنشآت لكن لا نعرف متى دفن وفي أي عصر كان المؤرخون الذين أرخوا لهذا المبنى سجلوا معلومات عن المبنى ولم يسجلوا لنا ترجمة لدفين هذا المبنى لم يذكر أحد ذكروا أنه يقع في المنطقة الفلانية يتألف من حجرتين وفناء ساحة وحوش وسطي تكلموا عن هذا ولكن جميعهم سكت عن ذكر أو عن الترجمة لدفينه إلا أننا عثرنا منذ عقود من السنين على مخطوطة مهمة كتبها الشيخ محمد صالح السهر وردي المتوفى عام 1957 وهو ينقل من مخطوطات كانت لدى أسرته أورد في هذا المخطوط ترجمة مختصرة هي الأولى لهذا الرجل فقال أنه كان رجلا من صلحاء الأكراد كان يقرأ القرآن في هذا المكان واشتهر أمره ودفن في المكان المذكور هذه حقيقة إشارة مهمة وفريدة وقال أنه عاش في نحو سنة تسعمائة للهجرة تسعمائة للهجرة يعني أواخر القرن الخامس عشر للميلاد هذه ترجمة على قصرها أنارت شيئا من حياتي ومن هوية هذا الرجل كان رجلا يقرأ القرآن في هذا المكان وكان له كرامات وبالتالي عرف بالأب النوراني لأن له علاقة هذا الاسم بما نسب إليه من كرامات ومنها البئر التي ذكرناها بئر بابا قرقل على أي حال المكان تحول في مطلع العصر العثماني يعني بعد فترة قصيرة من سنة تسعمائة لأن العثمانيين دخلوا العراق سنة تسعمائة واربعين في أيام سليمان القانوني تحول هذا المكان إلى تكية لأتباع الطريق البكتاشية والطريق البكتاشية إحدى أهم الطرق التي كان يدين بها أو يعتنق مبادئها وبادئها الانكشارية يعني الجيش المشاتل العثماني كان الانكشاريون وهم جيش الدولة العثمانية يعتنقون جميعا مبادئ الطريق البكتاشية ولهم تكاياهم في كل مدينة يعني يفتحونها ويحكمونها وفي مطلع هذا العصر أصبحت هذا المكان الذي لم نعرف هويته بالضبط إن كان أصلا مدرسة أو رباطة يعني أصبح تكية للبكتاشية ثم وصار البكتاشيون يعني يحضرون جلسات الذكر فيه ويقومون بأداء الشعار الخاصة بطريقتهم وقربه من القلعة يدل على ذلك قريمة القلعة التي هي وزارة الدفاع الحالية في مبناها القديم وقربه من الميدان والميدان هو ساحة العرضات التابعة للقلعة للجيش يدل على العلاقة بين البكتاشية وبين الانكشارية وبين هذا المكان فهل كان بابا قرقر بكتاشيا؟ كان يمكن أن يكون ذلك حقيقة لأن اسمه بابا هذا من ألقاب البكتاشية ولكن إشارة محمد صالح السهروردي إلى أنه من صلحاه الأكراد وكان يقرأ القرآن وتعيين حياته في سنة 900 يدل على أن وجوده في هذا المكان كان سابقا على دخول العثمانين بغداد أصلا فهنا إذن تضارب أو تردد في قضية يعني علاقة هذا الرجل بالبكتاشية هل أنه كان إنسانا عاديا يعني مقرئا ورجلا صالحا ثم اعتنقى الطريقة البكتاشية؟ هذا بعيد لأن في هذا العصر البكتاشية كانت قاصرة على أسباع الجيش الانكشاري لم تكن قد انتشرت بحيث يعتنقها غير الانكشاريين على أي حال؟ هذه مسألة ربما فرعية لكن التكية اشتهرت بهذا الاسم تكية البكتاشية ودفن إلى قربه بعض الصالحين الآخرين مما دل على المكان التي حازها بابا قرقر هذا باعتباره وليا من أولياء بغداد وكان الذين يزورون بغداد أو يفدون إليها لأي غرض يزورونه باعتباره من أولياء المدينة مع أن سيرته كما ذكرنا لم تكن مشهورة تماما ولكنهم اعتقدوا بكراماته وأي كرامة أبلغ من انطلاق تلك البئر العظيمة البئر النفطية العظيمة في كاركوك بئر بابا قرقر لذلك حاز من الشهرة مكانا كبيرا وقد أحبه البغداديون لذلك السبب حتى أن أحد الموظفين الكبار وكان دفتار دار بغداد سنة ألف وواحد وثمانين هجرية عمر المكان ووقف عليه وقفية كبيرة يعني عدد من الدكاكين وعدد من العقارات وغير ذلك للإنفاق على هذه التكية ويعني توسع المكان ونال اهتماما من الشعب ومن السلطة في آن واحد وأذكر أن مستشرق هولندي أعتقد أن اسمه يانج جاء إلى بغداد وهو يكتب كتابا عن تاريخ التكاية البكتاشية في العالم وجاء إلى بغداد يفتش عن تكية للبكتاشية في هذه المدينة واتصل بدائرة الآثار وأخبرهم أنه يعني يبحث عن هذا فلم يعتر عندهم على جواب ما إذا كانت تكية في بغداد نعم في كربلة هناك تكية معروفة تكية الددوات أو الددوات لكن في بغداد لم يعني يتوصل أحد إلى وجود هذه التكية وقد أرشدته في حينها إلى هذا المكان وحينما رأى المكان مهملا غاية الإهمال لأن التكية قد غادرها البكتاشيون منذ القرن التاسع عشر وسنتكلم عن هذا استدرب كثيرا وقال هذه الثروة الهائلة التي يعني يرتبط باسم هذا الرجل وهذا هو مصير الرجل قبر يعني مهدم في مكان بائس آيل للسقوط هل يعقل أن هذه الثروة يعني لا تجد شيئا ينفق على إحياء ذكرى من نسبت إليه هذه البير على أي حال الرجل يعني كتب عنها ولا أدري ماذا كتب وكان يعتقد أن شارات البكتاشية موجودة في داخل قبة المكان وهذا هو السبب الذي دعا إلى أن يبحث عنها ولكننا أخبرناه بأن هذه التكية جرى تحويلها في يعني في أربعينات القرن التاسع عشر عام الف وثمانمية واثنين واربعين إلى مسجد وإلى مدرسة ذلك أن السلطان محمود الثاني العثماني أراد أن يقضي على الانكشارية لكثرة الهزائم التي يعني لحقت بهم والفساد الإداري والمالي والعسكري الذي يعني أصاب هذا التنظيم تنظيم الانكشارية وأدى إلى هزائمها المتكررة فقرر في أربعينات القرن التاسع عشر أن يصفي هذا النظام العسكري ويستبدله بجيش جديد وفق النظم الأوروبية وبما أن الانكشارية كانوا يرتبطون روحيا بالطريقة البكتاشية فتقرر أن يلغي التكاية البكتاشية فجاء نصيب هذه التكية في بغداد أن تلغى وقد ألغاها فعلا وأنشأ في مكانها مدرسة لتعليم القرآن والعلوم الشرعية الأخرى فزال الشعارات البكتاشية أزيلت وحول المكان كله ليكون مدرسة وأصبح طلبة العلم يقصدونها يتتلمدون على أحد العلماء الذين يعني عينوا في هذا المكان لتدريس العلوم الشرعية وكان العلامة عبد الرحمن القرداري وهو عالم جليل له مؤلفات مهمة في العلوم الشرعية بل وفي علم الفلك وأصبح هذا العلامة يعني مدرسة في هذه المدرسة يقصدونه الطلبة للدراسة على يديه وحينما توفي دفن إلى جانب بابا قرقر هذا وثم دفن بعض المدرسين إلى جواره وظل هذا المسجد قائما إلى أن أدركه الإهمال وأهمل حقيقة وتوقف الإنفاق عليه وأصبح في آخر الأمر مكانا مهملا شغله بعض أهل الحرف حتى أذكر أنه أصبح في بعض السنين مكانا لصنع الأثاث الخشبية وظل بابا قرقر قبره موجودا في زاوية من هذا المكان بابا قرقر هذا حقيقة كان علما في زمانه في يوم عاش ولذلك هو دفن في هذا المكان المهم وبنيت حوله هذه التكية أو أنه البكتاشيون اختاروا مكانه مكانا لهم أو موئلا أو لهم ولكن سيرته ضاعت ونسيه المؤرخون كما نسيه الناس وإن ظلت كراماته حديثة البغداديين وربما غير البغداديين ظلت حية جيلا بعد جيل لو كانت هناك أعمال تنقيبية أو شيء من هذا القبيل جرى في مكان بابا قرقر لعثرنا بالتأكيد على مبنى عباسي قديم كان يحتل هذا المكان في القرن السادس أو السابع للهجرة لكن هذا أيضا لم يجري فضاعت سيرة الرجل وضاعت تاريخ المكان الذي دفئنا فيه وضاعت هويته وبقيت ذكراه وحتى أصبح يعني اسمه الآن أصبح كثير حتى نسوا هذا الاسم وقد وجدت كثيرين يعني لا يعرفون من هو بابا قرقر هذا وإنهم يعرفون أن بئرا مشهورة في بغداد بهذا الاسم ولكن أن يكون لصاحب هذا البئر قبر في بغداد وفي هذا المكان بالذات هذا أمر لم يعرفه أكثر الناس حقيقة وقد سألت عددا من الناس إن كانوا يعلمون هذا لكنهم لا يعرفون هذا بل ونسب إليه قبر أو مقام في مدينة كاركوك كان يزار بين حينه وآخر ولكنه لم يعرف أن قبره الحقيقي موجود في بغداد مما دل على أنه كان بغداديا عاش حياته في هذه المدينة حتى دفن فيها وكان رجلا صالحا كما ذكرنا يقرأ القرآن وربما كان قد ارتبط بالطريقة البكتاشية بشكل ما حتى أصبح هذا المكان الذي كان يقرأ فيه القرآن تكية اشتهرت في عهدها بتكية البكتاشية وكانت هي التكية الوحيدة للبكتاشية في بغداد لكنها نسيت هذه أيضا بإلغاء الطريقة البكتاشية وتحويل تكاياهم إلى مساجد إثر إلغاء الإنكشارية نفسها القوات الإنكشارية ولم يبقى إلا ذكرى ربما لا يتذكرها إلا الشيوخ أو المعنيين بتاريخ بغداد وبتاريخ خططها ما أكثر الأعلام الذين نسيهم التاريخ ما أكثر الذين أدوا أدوارا مهمة في أزمانهم ثم نسيت تلك الأدوار التاريخ لا يسجل إلا يعني إلا ما يسجله المؤرخون إلا ما يكتبه المؤرخون والمؤرخون لا يسجلون بالضرورة كل ما كان يجري حولهم وربما ضاعت آثار المؤرخين نفسها وبالتالي ضاع ما سجل فيها من معلومات ذهب بابا قرقر وبقيت ذكراه وبقيت البئر التي نسبت إلى كراماته وإلى حديث آخر إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر